بسم الله الرحمن الرحيم والسلام والسلام على شوف المرسلين سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناة حوحة 1981 فول 2 في هذا الدرس الجديد سوف نتعرف على تطبيق أرى فيه أنا شخصيا بأنه يكتسي أهمية كبيرة جدا هذا التطبيق تقوم بإضافة إلى متصفحك كGoogle Chrome أو Firefox على أساس أنه يمنع ويحقم بحاجة بجميع المواقع الإباحية على حاسوبك وأيضا يعني مثلا إذا كنت مدمنات الأشياء وتريد التغلب عليها أو يعني إذا كان لديك أخ يستعمل تتقاسم معه يعني حاسوبك وترى أنه يستعمل هذه المواقع وتريد حجبه عليه أو طفلك أو شيء من هذا القبيل أيضا يعني يستطيع هذا التطبيق أن يقوم يعني وهذه الميزة الجميلة جدا أن يقوم مباشرة بعمل بلوك وحجب يعني الروابط يعني التي عبارة مثلا عن روابط سبان أو يعني الصفحات المزورة التي عادة ما يقوم يعني الهاكر الصغار باستياد يعني ضحاياهم عبرها وأيضا يعني يقوم أيضا يعني بعمل بلوك للصفحات أو يعني المواقع الخبيثة إلى غير ذلك مجمع من الخصائص صراحة متواجدة في هذا التطبيق يمكنك أيضا إضافة المواقع التي تريد أن تشخصيا حجبها إلى غير ذلك فالتطبيق متميز لذا يعني خصصت علي يعني درس لأمياتي الكبيرة جدا بطريقة يمكن لك يعني إضافة مباشرة إلى متصفحك جوجل كروم عرضت سوف أضع لكم أسفل الفيديو بالضغط على Add to Chrome يعني إضافة إلى جوجل كروم وسوف أضع لكم أيضا الرابط الخاص بالإضافة إلى متصفح فيرفوكس طيب بعد إضافة يعني التطبيق إلى جوجل كروم أو فيرفوكس سوف تشاهد يعني وجود أيقونة في الأعلى هنا أيقونة التطبيق تضغط ضغطة يمين للموس ثم تضغط على Option على أساس مشاهدة مجموعة من الإعدادات فعندما سوف تقوم بإضافة هذا التطبيق فتلقائيا يعني يأتي بإعدادات مثلا حجب المواقع الإباحية لن تستطيع نهائيا الدخول إلى أي موقع إباحي سوف يقوم أيضا بحجب الصفحات المزورة إلى غير ذلك فسوف نتعرف على جماعة الأشياء لذا مثلا إذا ذهبنا إلى Advanced Setup هنا وضغطنا يعني على هذا الخيار الأول فنجد أنه يعني تلقائيا قام بعمل بلوت لمجموعة من الأشياء مثلا مواقع التي يعني الخاصة بتعلم أو شيء من هذا القبيل المخدرات أو شيء من هذا القبيل مواقع مثلا القرصنة مواقع مثلا الغير القانونية صحة التعبير مثلا مواقع العنصرية مواقع العنف إلى غير ذلك فإذا كنت ترى يعني شيء من هذا القبيل يعني غير مهم أو شيء من هذا القبيل فتستطيع يعني الضغط على ألا وللسماح التطبيق بعدم يعني حجبات المواقع أحباب الله طيب يعني فالاختيار الثاني وهو المهم أحباب فلا فسوف نجد يعني مجموعة من الأشياء بما فيها مثلا المواقع الإباحية التي يقوم يعني الموقع بحجب أحباب فلا عبره يعني كما سوف تجاهد موجود أمامها مباشرة بلوك يعني يتم تلقائيا يعني حجب أحباب فلا عبر التطبيق وعلى المتصفح بطبيعة الحل الذي ستستعملوه أنت شخصين والذي أضفت إليه يعني التطبيق الذي بصدر شرح أحباب فلا في هذا الدرس طيب يعني سوف نذهب مثلا إلى السيكوريتي هنا يعني كما سوف تشاهدون يجب عليكم يعني أن تجدون يعني هذه الإيقونة على بلوك بلوك لأنه مهمة جدا بحيث أنه التطبيق يقوم بحجب يعني المواقع الخبيثة إن صح التعبير وأيضا يعني كما أشرت يعني صفحات الاستياد يعني مثلا صفحات المزورة التي عبرها كما أشرت يعني ماذا له كرس الصغار وأتي الأشياء أصبعت يعني سهل سهل يعني إن شاء أو شيء من هذا القبيل يعني الصفحات المزورة التي يمكن لك الدخول إليها مثلا ويعني في بالك أنها صفحة حقيقة وتقوم بوضع يعني بياناتك الشخصية ويثم سرقاتهم مباشرة مثلا يعني الرواية الخاصة بالسبام فيعني عليكم يعني أن تجدون يعني هذه الإيقونات في بلوك هنا حتى يتم مواشرة عمل يعني بلوك لها عندما سوفها مثلا تقوم بالدخول بالصدفة إلى موقع خبيث أو أي رابط سبام أو يعني أي صفحة مزورة فسوف يقوم تلقائيا التطبيق بعمل بلوك لها ولن يسمح لك الدخول إليها هناك خسائص أخرى كما سوف تشاهدون يقوم بعمل بلوك لها يعني الموقع يمكنك أو التطبيق عفوا يمكنك أيضا إضافة يعني رابط يعني موقع تريد عمل بلوك له يعني عبر وضع الرابط الخاص به هنا مباشرة أحباب في الله ثم يعني في الخاصية الأخيرة هنا يعني سوف نقوم بتجوز هذه الأشياء يمكنك يعني اكتشافها أنت شخصيا حتى لنستهلك الوقت خسير جميلة على أساس حماية التطبيق من مسحها أو يعني الدخول إليه يعني من قبل يعني هاخلك أو يعني طفل لك على أساس تغيير الإعدادات عليه فتستطيع وضع الباسورد الخاص به عبر الضغط يعني على إنيبل هنا ثم تقوم بإدخال الباسورد وتقوم بعادة إدخال الباسورد ثم تضغط على فيرفي باسورد وفي الأخير يعني عندما تقوم بضبط جميع الإعدادات تقوم بالضغط على الصاف سيتينغ هنا أحباب في الله فلاحظوا معي سوف أحاول يعني الدخول إلى موقع إباحي أو شيء من هذا القبيل بعد البحث يعني سوف أقوم بوضع مثلا أي رابعة لموقع إباحي مثلا هذا الموقع لاحظوا معي هذا سوف يحصل أضغط على إنتر كما سوف تشاهد أكسيس دينيد أو شيء من هذا القبيل فتم عمل بلوكت له بطريقة لن تستطيع نهائيا الدخول إليه أحباب في الله وهو نفس الطريقة التي سوف تشاهدها عندما مثلا تقوم بالدخول بالصدفة إلى صفحة مزورة سوف يتم استيادك فيها أو شيء من هذا القبيل أو موقع يعني خبيث أو يعني رابط لسبان فسوف يتم يعني مباشرة عمل بلوك له أحباب في الله فالتطبيق كما ساعدتم حتى لا نستعلك الوقت أكثر تطبيق مهم جدا أنصحكم باستعمالي وإضافتي مباشرة إلى متصفعكم المفضل على ساتف أولا حجب المواقع الإباحية حمايتكم عند تصفحكم للأنترنت ومزايا كبيرة جدا يمكنك اكتشافه عليه أحباب في الله من الدرس قد أفادكم لا تنسوا في الأخير دائما زيارتنا على موقعنا ومشاهدنا على الفيديو في قناة في قناة حياتي سلكم دائما جديد للفيديوهات في أمان الله موسيقى